أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي نعدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعدهم إلى بعض زخرة القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفذة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتابا فالصلاة والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تتعى أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظل وإنهم إلا يخرسون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمبتدين فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقال فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطردتم إليه وإن كسيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذعوا ظاهروا الإسم وباطنة إن الذين يكسبون الإسم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلونكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مسره في الظلمات ليس بخارج منها كذلك ذينا للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكامر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالة سيسيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما وقد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا ما شر الجن قد استكسرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعدنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا ما شر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقص عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغردتم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافل ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعلكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآتهم وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إن نعمل فسوف تعلمون من تكون له عكبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعم نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يخترون وقالوا هذه أنعم وحرص الحجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعم حرمت ظهرها وأنعم لا يذكرون اسم الله لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه ساجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بتون هذه الأنعم خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركا ساجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خاسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مددين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزر والنخل والزر مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أسمر آتوا حقه يوم حصادي ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعم حمولة وفرشاكلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أمن أمثين أما اشتملت عليه أرحم الأمثين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أمن أمثين أما اشتملت عليه أرحم الأمثين أم كنتم شهداء أي رصكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضن الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعمي طعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فصقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحماهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا نصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تترعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبعه والذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاقا نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النسى التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالنتيه أحسن حتى يبلغ أشد وأوفوا الكيل والميزان بالقصط لا نكلف نفسا إلا وسهى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتكون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلكم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن براستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعد آيات ربك يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا كن انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عش أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسقي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربه وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نس إلا عليها ولا تازر وازر تومز أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعضهم درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا من صاد كتاب أمزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتمزر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أمزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أو قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقص عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن سكلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيش قليلا ما تشكرون ونقل خلقناكم ثم صورناكم ثم كنا للملائكة اسدنوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرت فقال أنا خير من خلقتني من النار وخلقتهم يوطين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أويتني لا قودن لهم سراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائنهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما لهاكم ربكم عن هذه الشجرة عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بضرور فلما ذاق الشجرة بذت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكم عن تلكما الشجرة وأكل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وتوحمنا لنكونن من الخاصرين قال اهبتوا بعدكم لبعد عدو ولكم في الأود مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس أيواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقابله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا شياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة وقالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون أرى الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقصة وأقيم وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء مندون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإسم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتي أنكم رسل منكم يقص عليكم آياته فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاء أحدهم الموت فترسلهم لا يفرطون قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة اللعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكلهم ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء أبواب السماء ولا دخلون الجنة حتى لجل جمل في سمي الخياطة وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحة لا نكلف نفسا إلا أسأها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في سدورهم من ظل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لأولئا هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحط ونودوا أن تلكم الجنة أولستموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذنا مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله وابغونها عوجا وهم بالآخرت كافر وبينهما حجاب وعلى الآراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الآراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أونع عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين قسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقت الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا وعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجهدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لأنهم لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويل يوم يأتي تأويله يقول الذين نصرهم من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفتمون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطالبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم وسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إسلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا سخارا سقناه لبلد ميتين فأنزلنا به الماء فاخرنا به من كل السمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قومي عبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إن نرواك في ضلال مبين قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأوصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتكوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك ورقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عدن أخاهم هدى قال يا قومي عبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إن لنراك في سفاهة وإن لنذنك من الكاذبين قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأخنا بما دعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وطع عليكم من ربكم جسو وغضب أتجادلونني في أسماء ثميتموها أنتم آباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أصاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمثوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعسوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استدعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن الصالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافر فأقروا الناقة واعتوا عن أمن ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أملأتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سباقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أو قالوا أخرجوا أللوت من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه أهله إلا مراته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فأظل كيف كان عقبة المجرمين وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فوفوا الكيل والميزان ولا تبخصوا الناس أشياهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحيا ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل سراط تعدون وتسدون عن سبيل الله من آمن به وتبهونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم